جلابيتك تقطع هات قفطانك تقطع حرتي معرفتي شنو خاصك تديري عندك ترميها انا عندي لك الحل تابعي معي الفيديو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الآن غدي نشوف واحد القفطان اللي يتقطع المهم تقب في واحد الحادث فهد التقبة هادي شنو غدي نديرو لها غدي نحاولو ان احنا نعالجوها يعني بعض مرات تيوقعوا بحل هاد الحوادث هدو اللي تيكونوا صغار و تيوقع فيهم مثلا تمزق في التوب فاول حاجة غدي نقلب التوب يعني غدي نقلبو غدي نخيط هاد التمزق هادا اللي وقع هنا فهدي طريقة جيدة جدا باش ان احنا يعني تكون مثلا جلابة يعني تقدر تكون باقة جديدة ووقع لها هاد الحادث هادا تقطعات فشنو غدي نديرو لها ما يمكنش غدي رمي واوية مازال جديدة او تقدر تكون قاع المرأة اول مرة غدا تلبسها فمن الافضل يعني نحاولو ان احنا نعالجو هاد المشكل هادا بطريقة طريقة يعني اللي ما يبانش باللي هو هاد الجلابة او هاد القفطان راه كان مقطع او كان وقع عليه شي حاجة وقع عليه شي مشكل فا اول حاجة غدي نديروها ناخدو خيط عادي جدا خيط دي الخياطة اللي تنخيطو بي او غدي نخيطو هاد التقب هادا ومن بعد غدي نوريكم الطريقة اللي غدي نعالجو به هاد التقب باش ما يبقاش هاد الخيط هاد اللي كتشوفو فيه دابا ما غديش بقيبان انا غير بغيت نخيطها باش يشد لي هادا ماش يشد لي يعني التوب من بعد ما يتحلش يعني من بعد نكون انا بعدها خيط طق بالخيط عادي وعادة من بعد نخدموه بالحرير باش ما يبقاش يتحل وف نفس الوقت يعني غدي نعالجو هاد التقب بطريقة اللي اي واحد شافك لابس هاد جلابة او لابس هاد القفطان ما يقدرش يعرف نهائيا انه راه هاد القفطان او هاد جلابة راهق يعني وقع لها حادث او كانت مزقة او كانت يعني مقطعة ولا شي حاجة فهادي الطريقة طريقة سهلة وبسيطة بزاف يعني ممكن اي وحدة تدير هالطريقة وخد تكون ما كتفهمش يعني في مجال الخياطة واد شي خيط عادي جدا غاد اغرت كما كنقولو يعني غاد اغرت رقعه بي هاد البلاسة هادي هاد تقب هاد باش ما يبقاش يبان ومن بعد غاد نخدموه فالخدمة يلي شوية يعني يخدمه سهلة وبسيطة بزاف غير الواحد يتعلم في شي حاجة شيتوب ليكون ما باغيش وعادة من بعد يخدم فوق من القفطان او الجلابة اللي باغيها وباغي يلبسها يعني ما جاتش انا الواحد يالله مصايب جلابة ويعني ما زال ملابسهش بزاف يعني ما ننسوش ان كل الضروف دياله صعيبة كينا يعني اللي ما يقدرش انه يعني ما تقدرش انه تخيط كتر من جلابة في العام كي اللي ما كيقدرش قاع يخيط حتى جلابة في العام فارا هادشي علاش قلنا يعني علاش لي من ديروش هالطريقة ونحاولو ان احنا نصلحو الحويج اللي كيكون عندنا قدام كيف مسبق لي وضعت لكم في هاد الفيديو يعني جلابة اللي كانت بالعمارة وحيدنا لها العمارة وخدمناها بالراندة فهادو طرق سهلة وبساط بزاف اللي نقدروا ان احنا يعني الحاجة عوض فش اللوحوها نعاودوها نعاودو نصيبوها ونعاودو اللبسوها فالان غادي ناخدو غرس تيلو عادي جدا اي لون لان اصلا هاد اللون ما غديش يبقى يبان فالان تابعوا معي الطريقة اللي غادي نرسم بها وحد الوريدة وردة صغيرة يعني الحجم دياله غادي يكون في نفس الحجم ديالها التقبل باش ما يبقى شيبان انا لو ضعت الان هاد العلامات هادو علاش باش غادي يعني نقدر انا نحدد بهم هاد نصف دائرة بشكل جيد يعني هاد العلامات تيعاونو باش ان احنا نقدروا نرسمو هاد الوردة بطريقة سهلة وبطريقة اللي كتكون طريقة يعني تكون مزيانة وتجيكم الوردة يعني عبار كما كنقولو عبار فديروا هادو 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 نصف دوائر هادو غير وريدة عادية هي اللي غادي نخدموها وغادي نسدو بها التقب هادا ولكن اه شن هو المشكيل ان احنا ما غاديش نقدروا يعني الجلابه كاملا مثلا مليفة حل هادا راه مليفة اه غاديتجي يعني الجلابه كلها وللقفطان كامل ما فيه تا وردق الا هادك تقبه هى لفا هادك الوردق يعني ما جاتش غاديبان راه كان شي ديف وتمو او شي حاجه هذا الشي عليك احنا غنطروا ان احنا نعمروا هذا القفطان كامل بالورود كيف ما غادي نشوفوا معايا في الصورة في نهاية دي الفيديو غادي تشوفوا معايا وحد الصورة وضعت فيها يعني القفطان كيفاش حتزينناه كامل بالورود و بطبيعة الحال كله وردة غادي نديروها بعيدة شوية من الاخرى المهم هذا الشي غادي يبغى غير اختياري اللي بغا تدير الوردات قراب اللي بغا تديرهم بعاد كله وحده والدوق ديالها لاحظوا معي جيدا هاد الخيط الحرير مبروم برامته على 4 شعرات والان غادي مدون نخدموه يعني الطرز الرباطي عادي جدا هنه غادي مدون نعمر هاد الفاراق غير هو نتابهوا لها ديك الخياطة لان كيف ما كتشوفوا معايا ديك خياطة رها ممخيطة شو هاد الخياطة يعني اللي ديره فنتابهوا لها مزيان باش ما تعودوش تحلو التوب وباش ندرقو هاد 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 يعني هاد التقب لاحظوا معايا مزيان هنا مرة غادي نضرب في الراس يعني مرة غادي ندخل الابرة في الراس ديال هاد الخدمة بحالها الطارقة هادي كيف ما كتشوفوا معايا ومرة غادي رجع رجحت لهاديك الدائرة اللي انا درتها بحلاكة والخيط دائما راه تلويه بهالطارقة شوفوا معايا هنا غادي نضرب في النص يعني غادي نجيل النص وغادي نخدم عليه لانه هنا عندي هاد الدورة هادي ما يمكن يعني لما خدمتوش بهالطارقة غادي جيكم الحرير يعني غادي جيكم الخدمة بعيدة فهد شي علاش شمال افضل تخدموا بهالطارقة اللي اعطيتكم طارقة جيدة جدا وساهلة مرة خدموا الفوق مرة خدموا يعني مرة غادي بداو من الدائرة مرة غادي بداو من الوسط كيف ما كتشوفوا معايا فهنا مثلا انا غادي نبدأ من الوسط يعني ندخل الابرة في الوسط ديال هادك الخط وغادي نطلع الابرة ديالي بشكل عادي جدا والان غادي رجع للدائرة الان يعني غادي نهبط الابرة من الدائرة بهال الشكل هادا نجي احتل هادك الرسمة اللي ارتمت ونفوت واحد شوية هادك الخط ديال السيلو اللي كنا درناه مش مايبقاش يبان لانه الى ما خدمناش فوق منه غادي بقى يبان فغادي ديال لنا واحد تشوه وحد تشوه هاد القفطان وما بغاينش نزيدو يعني نشوهو بغاين نقادو ونسالحوه ممكن تمنى ان هات طرقة هاد تنال اعجاب ديالكم يعني تقدرو ماتلا لي ما بغادش تدير وردة تقدر دير شي حاجه خرق او تقدر تدير وردة بشكل اخر يعني كيم بزاف دين طرق تقدر تخدموها اعواض فارت تخدموها هالطرز اهدي بالطرز الرباطي تقدروا تخدموها بالبريد مثلا تقدروا توضعوا البريد تقدروا توضعوا يعني مثلا تخدموها بالتنبات بالعقيق مثلا بحل الى كان قفطان فتقدروا تخدموها بالتنبات كذلك غادي جي رائع جدا وغادي تبان هذيك تنبات بحلا راه فتوب يعني من يعني بحلا راه مخدوم به يعني ما غاديش يبان على انه دي فوق على انه كان عدنا هنا واحد تقب وحنا صلحناه ودرنا له تنبات او درنا له البريد او درنا له شي حاجة فغادي يبان على انه راه يعني تم يعني غادي بان بواحد شكل رائع جدا وغادي راه هو مخدوم بحلوكيك فهذا اول هدف ديان انه اللي غادي شوفنا لابسين الحاجة في الزنقة ولا في شي عرس ولا شي حاجة ما يقدرش انه يعرف باللي راه كان وحديفه وصلحناه بهالطريقة المهم هنا غادي نكملو الخدمة عادي جدا يعني غادي ندورو هنا على الخدمة على هذي الورايدة هذي حتى سعمر ومن بعض غادي نشوفو الطريقة باش نعمروا هذي كالدائرة اللي عندنا في الواسط هنا غير حاولوا على هذك الخيط باش يعني الخيط اللي احنا خيطنا بي في اللول باش ميبقاش يبان وفي نفس الوقت اخدمو غرب شوية لان كيف ما كتشوفوه نحنا ما خدامين شفوق من التوب يعني راه خدامين فوقو حد تقبل يعني راه الخدمة هنا شوية سعيبة خاسنا الراعي وهاديك البلاسة اللي فيها التقبل البلاسة اللي احنا خيطناها غرب بليد يعني خيطناها غرب بليد فغادي نكملو يعني خياطها ديان عادية فالان لاحظوا معي جيدا غادي نبدو هده هده يعني نصف دائرة رقم ثلاثة مو ما ندر تنادو ورده على خمسة تقدرو تدروها على ستة يعني اذاك شو كيبقى غير اختياري كيما كلكم كل واحدة تقدر تخدم بالطريقة اللي عجباتها اللي مثلا اللي اللي مثلا ما عندهاش مع هده مع الراندا مع الطارز مع هده شيء من الاحسن تشري غير العقيق وتركب فوق من هدك التقب يعني من اللي تخدم هدك التقب يعني تخيطه بالبرو الخيط تاخد واحد العقيقات تكون كبيرة وتحطها مباشرة فوق من هدك التقب وتتخيطها مزيان فهي غدا تجي مزيانة ويعني تخدم بها القفطان كامل او الجلابة يعني سارحة هي غجي غرف القفطان الجلابة ما جيش زوينة بزيف الا لكانت جلابة اصلا مخدومة بالتنبات يعني لكانت جلابة مخدومة بالتنبات فغجي فكرة مزيانة يعني ان احنا نعالجو هدتقب بالتنبات فهنا من بعد ما وصلنا النهاية يعني خدمنا هدوك الخمسة نصف دوائر ولكملنا هدوار دا ارجعونها بطول خيط يعني بهد شكل عادي جدا فغاد نرجعونها بطول خيط والان ما غديش نخليوا يعني الوردة بحلاكة فغاد نعمرو هدك الدائرة اللي كانت عندنا في الوسط باش غاد نعمروها انا هنا قلت غاد نعمرها بالغرزة الفرنسية وتقدروا تعمروها بالبريد تقدروا تعمروها مثلا تاخدوا هدوك الازي ستراس اللي تيكونوا دائريين وتتديروها هنا في الوسط فهد شي تيبقى غير دوق واختياري يعني كل واحد هنا ياخد الحاجة اللي بانت ليه مناسبة انا هنا يعني بان ليا نخدمها غير بالغرزة الفرنسية تايم زيانة وكتعطيه واحد الجمالية والدوق طبيعا الحال كيبقى اليكم كل واحد يخدم الطريقة اللي عجباته انا بغيت يعني نوريكم بزاف ديال الطرق باش انتم ما تقدروا تايميني تاخدوا الفكرة وتخدموا عليها وكل واحد غادي ياخد الحاجة اللي بانت ليه رهام زيانة وبانت ليه مناسبة فالغرزة الفرنسية سهلة بزاف غير تتلوي الخيط على ربعة ولا على ثلاثة وكتعطيه وكتعطيه بها الطريقة هادي نحاولو يعني هنا نبقوا خدامين حتى نعمروا هذا الفراغ ونخليوش مايبقاش التوب مايبقاش يبين يعني التوب مايخصوش يبقي يبين انا غادي اللوي ربعة اللويات وهذا الخيط رام بروم على ربعة الشعرات كما قلت لكم على ربعة ما الافضل انه يكون بروم على ربعة بشتغيه اعمر ليكم وذك الفراغ مايبقاش يبين لانه كان على ثلاثة شوية شوية كيبقي بها الفراغ ولكن تعلي ثلاثة تووم زيان لا يبقاش فراغ رجعوا وعمروه فلاحظو معي هنا ايه جيدا غادي انستمر يعني بشكل عادي جدا وبشكل بسيط جدا ومتنسوش اللي عجبها الفيديو تبارتاجي مع الاخوات مع الاصدقاء ديالها بشكل شي استافد يعني اللي عندها شي جلابة كانت مقطعة ومبقاتش بغاية تلبسها غير على قيبها لديك تقطيع علي فيها وهي ما زال بقى عاجبة وما زال بقى بغاية تلبسها فتعالجها بهالطريقة هذي وترجع تلبسها فالان غادي نكمله دائما تلوي ربعة تلويات وترجع وتنعمر هاد الفراغ كنت منك ان هالطريقة هذي لمعالجة القفطان ديالكم او الجلابة ديالكم تكون نالت الاعجاب ومتنسوش اللي عجباتها هالطريقة هذي تضغط على زر الاعجاب وتشارك الفيديو مع الاصدقاء ديالها وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة